اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا مش مشتبه والله كورونا لا الحمد لله انا عندي زمان من سنتين كده وخفت انا بس عايز اعرف فين كتب التجويد قول لي كتب التجويد اللي عندنا حبيبي 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 حيابي انا اسألك سؤال تدلل الله يعزك هل هذا وقت انسان عاقل يتصل بي عشان يسأل على مسائل التجويد لا والله انسان عاقل لقيتك اونلاين فاتح صهران والبس مليء بالمئات الان صهرانين فقلت سلم عليك واسألك السؤال دوت لو انت مش فاتح ما كنتش اتصلت عليك انت اونلاين ما باتصلش على هادفك باتصل عليك على الفيسبوك وانت اونلاين ما عندكمش كتب تجويد ولا كتب كراءات مش ممكن نقول يا رب ان الشيعة قد اتخذ القرآن مهجورة يا عزيزي يا عزيزي شوي يريب على نفسك شوي يرتاح طيب يا شيخ ليه يا شيخ ما بتهتموش بدراست القرآن لماذا لا تحفظو لأبنائكم يعني لو لان الله سخر اهل سنة لحفظ القرآن كان زمانكم دايعطوه قلتو محرف ما بتعرفوش تكرأو حتى ما بتشغالوا القرآن بتجيبوا الشيخ عبد الباصل حتى في قراءة بتجيبوا كراء من الهزهر عزيزي عزيزي حياك الله يا شيخ خالد بالله عليك لماذا لم تهتموا بالقرآن كاهتمامكم بكتب أدعية الأدعية اللي عندكم بقالنا ثلاث دايع مش عارف تجيب لي دليل يا شيخ خالد ألاف الرواديد مؤذكور لدلوقتي خمس كراء عندكم تفضل طيب خليني أجاوب اسمح لي أن أجاوب على رأسي بس بالله بدون مظلوميات انت بتتصل في الوقت هذا ويوي تفضل لا أريد لا أولا 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 تصرفك انت صرف إنسان عاقل إن شاء الله خلاص هبقى روح أكشف أشوف أنا عاقل ولا لا أجب بقى لماذا لا تهتمون بالقرآن روح شوف مسابقات التلاوة والتجويد في العتقات الحسينية جميل جدا هنعملها أنا وإنت الآن اقرأ لنا شيء يا سمحت الشيخ من القرآن علشان خميني إبي يقول أن القرآن لا يدرس في الحوز اقرأ لنا الآن أي شيء من سورة الأنفال من سورة الحج يا عزيزي الساعة باثناش وربع بعد ومنتصف البيت آه اتناش وربع تكرأ قرآن عادي أنا نسيت أنت عندكم تكرروا القرآن في كل مكان حتى في الحمام في الحمام والله عندكم يجوز كرأت القرآن في الحمام فقل لي بقى يا شيخ يلا اكرأ لنا بقى بالله عليك اكرأ لنا شيء من القرآن مش أنت درس القرآن تفضل يا عزيزي أقسم عليك بمن تعبد خوش خوش الله الله في الله في أمة محمد أي والله ضيعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله حافظها قالفتم كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب نعمة الله الجزائري بيقول بالقول بتواطن تحريف القرآن محمد باكر مزليسي بيعتقد بتحريف القرآن بوجود أكثر من ألفين رواية اسمه إدوة محمد بن يعقوب القليني بيعتقد بوجود الزيادة والنقصة في القرآن يا مسلم الله الله في أمة محمد يا شيخ كفرتم الصحابة وطعنتم في القرآن حبيبي أنت ما مخابر تريد تسأل أنت مخابر تريد تشكل شيخ خالد أبوك ليسمك خالد مع أن خالد هو الذي قتل الزهراء ونغزها بسيفه في بطنها والإمام كان خايف وعده عزيزي 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 إن كان أنت أو غيرك أو هذي اللي تصلوا عليه من قبل ويردون يسجلون ويردون يوفعون الناس في الإشكالات وهذي ما ندعي لهذا طيب يا شيخ بالله لقول لي لي خميني بيقول إن القرآن لا يدرس في الحوزة وبيدرس الفلسفة والمنطق لي يا شيخ؟ آه عزيزي ده خليني أحكي خليني أتكلم بالله أنت بلا دم عايز تحكي وتتكلم إقرأنا قرآن عايزين نشوف كراءتك للكرآن وتجويدك للكرآن وإنت شيخي كبير عند الإمامية الـ 22 إقرأنا شيء من القرآن اللي دم عايز تحكي طيب 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 خليني أتكلم تريدني أتكلم ولا تريد أن تتشكي تفضل أسعد أسعد بيك طيب إذا تريد حبيبي تريد تتعلم تعالي أسأل أما هذا الأسلوب مو أسلوب سؤال خلاص إن شاء الله أبأسأل أنا بأسألك يا شيخ ممكن تقرأ لي آية من القرآن الكريم تريد بس اسمح لي اسمح لي خليني وقت وقت أطرح الأسئلة اللي عندك جزلي إياها وأنا بخدمتك أبحث بيها وأجيب لك المصادر وأكون في خدمتك يعني أنا لازم أجيب لك الأسئلة وأنت تتحضر وبعدين ترد عليك طيب يا شيخ خالد هل أنت مسلم أم كافر؟ لا إله إلا الله محمد الرسول الله أجيب لك الدليل يا شيخ خالد ما جاء ما جاء في سورة التحالف إن الذين كفروا سيدخلون جهنم لأنهم يعبدون الأصنام ألم تعبد الأصنام؟ يا الله يا الله مولانا أنا رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله طيب يا شيخ بس بس يا شيخ أنت عندكم أنت عندكم ما جاء في سورة التحالف إن الذين كفروا سيدخلون جهنم لأنهم يعبدون الأصنام ألم تعبدوا آل البيت؟ لا نستجير بالله نستجير بالله إما هذه نزلت في من؟ إما نزلت في من؟ لا إله إلا الله نزلت في من؟ شنو نزلت في من؟ اللي قرأت عليك نزلت في من؟ شنو يه؟ هذه الآية نزلت في من؟ أي آية؟ أي آية؟ إن الذين كفروا سيدخلون جهنم والله ما أدري لا بد أن أراجع ولكنه ظاهر الآية إن الذين كفروا إن الذين كفروا سيدخلون جهنم لأنهم يعبدون الأصنام في سورة التحالف يعبدون الأصنام منك؟ هذه جايفة على رأي شو تريد هسا؟ هسا النتيجة شنو؟ النتيجة المحصلة شنو يا حبيبي؟ إن انتم يا شيخ هذه ليست سورة في القرآن يا شيخ وذي ليست آية يا شيخ خالد ما تقوليش بالله عليكم إنكم تتعلمون القرآن؟ عشان كده قلت لك أنا عايزك تقرأ القرآن يا شيخ خالد وهو في سورة اسمه التحالف التحالف ده ما أمريكا عملتوا مع بعض علشان الشعاء هما ليمسكوا العراق وتطلعوا أهل السنوة والجماعة يا شيخ خالد أنا عايزك بس يا شيخ خالد بالله عليك اقرأ لنا شيء من القرآن أنتم لا تعلمون شيء من القرآن أنا لا أقول عليك كافر يا شيخ خالد أنا بس كنت عايز بعمل لك فخ كده عشان أبيلك إنكم لا تتمسكون بالقرآن أنا أتمنى لك النجاح أتمنى لك الخير يا شيخ خالد يا الله يا سبحان الله أجل لك أنت دمك فاير وصاير عصب أيو الله يا شيخ خالد بقا خايف على الشيعة يخش يكونوا على هذه العقيدة ليه خايف عليهم فدم بيفور نفسي أن الله سبحانه وتعالى يقضهم من صباتهم هذا ويعودوا إلى كتاب الله يا شيخ خالد لا تخاف على الشيعة حبيبي لا تخاف على الشيعة ما أنا خايف يا شيخ سعاد بيلتموا وبيتبروا بالسيوف على دماغهم خايف واحد يتبر جامد كده ولا حاجة ينزل السف على نفخه يقسمون السيوف احنا ما محتاجين هذا منك الزايد عزيزي زايد شوية معلش هقلله هقلله يا شيخ خالد طب إنت بقى ممكن يا شيخ خالد تسألني أي سؤال ما راح أشرح لك شيء لأن أنت إنسان لو صدق تريد تتعلم خلينا تصل فيه يا شيخ بالله عليك وانا لو هتعلم هتعلم من معمم أنا بقولك اسألني انت فيما تريد سألني عن أي شيء وأنا أقول لك أنا رامي عيسى أقول لك سألوني قبل أن تفقدوني تأصد شرف لك ولأهلك ولأقاربك ولمندويك أنه تتعلم من معمم تتمين تجيب العلم ده رحمل أمواتك بالله عليك هروح لمعمم بالله عليك بتاع خمس ومتعة تعلم يا شيخ خالد بقى هروح لمعمم أتعلم لو لأنا عياذا بالله يعني دماغي تهابل كده وعايز متعة ولا عايز شوية فلوس أروح أتعلم من معمم إزاي بيسرك الخمس والمتعة من شاب ده أنا بقولك سألني عن أي شيء أن يهدينا ويهديك أمين أمين يا رب أسألني يهديك يا شيخ خالد سألني عن أي شيء سألوني قبل أن تفقدوني يا حبيبي حبيبي أنت وين وتقول هذا الكلام وين يعني أنت بخابرني تريد تغذني بنص اللي يا شيخ أنت صاحب إلا ما تعمل مظلومية أنك نايم أنت أونلاين وفتح الفيسة هوت أونلاين فأنا لا أستطيع الإتصال إلا أن يفتحين الفيسة وأنت صهران والناس صهرانة والجو حر والدنيا جميلة يا شيخ خالد فأجيبني بقى بالله عليك أنت سألني عن أي شيء سألني عن أي مسألة تريد أن تعلم أكو واحد يخابر واحد بسمعي شو نص بالليل يا الله حقيقة نفضل تولي للمظلوميات تسع دقايق ما قرأش آية واحدة وما تكلمنش إلا في التحالف والتحالف دي مش في القرآن يا شيعي وعد صدق أنا بسألك أنت سألني عن أي شيء يا عم سألني عن أي شيء أجلك حبيبي حبيبي عزيزي أنت ليش تتصل في هذا الوقت؟ أخي الفاضل أخي الفاضل أخي الفاضل أنا بالنسبة لي ما علي خلقك خوش؟ فأنا رح أجلك الله وفقك أمين يا رب ويهديك يا شيخ خالد أسأل الله بقرمه ومن وجوده أن يهديك وتترك دين الأباء وتتمسك بالقرآن الحقيقي يا شيخ خالد إذا أنتم شدك لخافون الله 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 في أمة محمد أي والله نخاف من الله ولا نخاف من إمام هارب نخاف من الله ولا نخاف من جسس وهيك العظمية بتعبت في الكبور كقبر القليني وقبر القمي وقبر الدوس اللي بتروحوا تستجيروا وتطلبوا منهم الحاجات بالخاف من الله ولا نخاف من الضريح المنسوب للحسين نخاف من الله ولا نخاف من الضرح المنسوب لعلي في النجم نحن نخاف من الله تبارك وتعالى فقط أحسنت إذا كنت خاف من الله إذا كنت خاف من الله فلازم تجي للناس بطريقة مو هذه اللي ينتج إن شاء الله بإذنه أنا باعتزل لك يا شيخ خالد وأبقى جيلك من طريقة تانية أنا لو دخلت باسم رامي عيسى لن يرد علي أحد وأنا من ساعة مرنت انت فتحت يعني انت قلت مستيقظ خلاص بقى إحنا بقلنا إتناشر دقيقة على عدد الآئمة الاثنى عشر بنتكلم في موضوع انت دخلت من هنا ومش دخلت من هنا واتلعت من هنا ودخلتلي من هنا يا شيخ خالد أين أجده في القرآن الكريم تنسيب الآئمة الاثنى عشر مش أخليك تلقى القرآن فين في القرآن تنسيب الآئمة ماذا تقول و أنا استعدت من قلتك لديك أجل وليس سواء اخبارك ومشرك لك أو مستيقظ حسن؟ يلا عزيزي تعالى تعالى انت بتكلم من انجليزي تعالى انجليزي دة يا مرسول انت بتكلم من انجليزي يا شيخ خالد لا انا انا بتكلم ان انجليزي يا مرسي ايوة والله ما بتكلمش انجليزي بتكلم بلغة الكرآن عربي وانتو علموكوا في إيران إما تجي تتكلمه مع حد بيقرأ من القرآن الكريم كلمه إنجليزي ما تعصبش يا خالد إيه يا خالد عصبت ليه خلي دمك حلو يا خالد انتقوا الله في أمة محمد انتقوا الله في أمة محمد يا خالد أما بتكلمش إنجليزي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم إنجليزي فأنا بسألك وممكن تكرأ لي شيء من القرآن الكريم يا خالد أفا هرب هرب خالد والله هرب المعمم خالد وقبل ما يهرب يكلمني إنجليزي جاي بالكلوة عشان اعرف ان انا في الانجليز كجدتي مع الايباد يعني جدتي لو كانت عايشة الله يرحمها ميتة بقى لاكتر من ستين سنة والله لو كانت عايشة الله يرحمها وشفت الايباد ده هتقول عنه ايه شيء فجاي يكلم من انجليز لكن دلوقتي انا اتحدى شفتم دين المعممين سور التحالف يقول منها كلام اصلا لا يمط للقرآن بسيلا يقول ان الذرة كفرس يدخلنا جنم لانهم يعبدون الاصناع لا يعلمونا شيء في كتاب الله تبارك وتعال وكل سبغى بالطقية يا معلى انتم على دين من كتمه اعزه الله ومن اذعاه اذله الله يا معلى ان الطقية تديني ودين ابائي ولا دينة لمن لا طقية له فعلشان كده يعني تتكلم معايا بالطقية والطقية ما بتقولش معايا يا خالي وينفع تدخل في هذا الوقت ما انت اونلاين وفاتح يا حبيبي هو انت لو مش اونلاين هاخش لك ازاي بس حلوة معصبوا تكلم انجليزي علشان يبين لكم ضعف وهشاشة معتقد المعممين اللهم اهد الشيعة وخذ ايجين الى نور التوحل يا حبيبي عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي اعجاب وشارك الفيديو في اكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد